الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهلنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفطة والخيل المسومة والنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قلوا يبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة وإضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النير الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحير شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم والعلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب نليم أولئك الذين حبطت عمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين اللهم اللهم الحميدة والحمد الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولي فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا رهب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك توت الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرا وما عملت من سوء تودلون بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل طيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين الله أكبر الله اللهم لمن حمدان اللهم لمن حمدان الله الله أكبر سبحانك ربي ظلمت نفسي والله الحمد من جوامل حقا الله اللهم شكرا 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 ويدك شكرا شكرا كما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اصلاف الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضو بعليهم ولا الضالين آمين إن الله اصطفر آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قولت ربي إني وضعتها أنثيه والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك أنثيه وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحييه مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنه يكون لي غلاما وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعلني آية قال هيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا قال رب اجعلني آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكار الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم منك يوم الدين إياك العبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفيك وطهرك إن الله اصطفيك وطهرك واصطفيك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذا جمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس وما كنت لديهم إذ يقون أقلامهم وأيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرمين إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرمين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضي أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتورية والإنجيل ورسولا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكمها ولبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التورية ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ومصدقا لما بين يدي من التورية ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم سبحانه رب العظيم يا الله لمن شمده الله اللهم سبحانه الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ما زلنا معكم في سيدة مولانا سيدنا علي بن أبي طالب we will continue our journey with سيدنا علي بن أبي طالب sometimes we want to speed it up so that we can have a lot of the sahaba and the tabi'een from among the salaf of this ummah but sometimes you feel it's not necessary because if we just stopped at the seerah of سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه would have covered the seerah of all of them because they are all from the same mishka as I said from the tarbiyah of سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم so I will not be in rush anymore so I'm gonna take my time talking about whatever I can talk about in the seerah of سيدنا علي بن أبي طالب and whenever we finish it we go to another insha'Allah because when we learn about these great people we're learning about what? we're trying to do what? we're not just talking about سيدنا علي بن أبي طالب to know his biography we're not historians here we're trying to build character through their good conduct and through their good character because the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم summarized that this deen has one single purpose إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ I was sent to complete, to perfect the good conduct the good character you know so the ulema of Tarbiya they said that there are three types of you know reasons there are two reasons why people have good character or there are three types of good conduct or there are three ways of seeing what حسن الخلق is you know people some people when it comes to business they build a good character you know for a purpose of benefiting themselves because they know that if they're good with the customer if they're good with the client then it's going to you know bring their reputations up it's going to give them more respect and more you know customers so this is this is a hypocritical character because I am good to you just because I want you to come back to me I am good to people because I want people to buy from me to work with me so that's what we call الاخلاق that has to do with نفع with نفع that's a business good character we don't need that as Muslims there is another school which is a school of madrasa العقلانية because to them you have to have good conduct because that's what a you know intellectually that's how people that's what intellect accept that's how you're supposed to be you know when you have you know a sound you know mind when you have a sound intellect when you are sound minded you need to you know behave with people if you don't that means there is something wrong with with you but that also can be discussed because people are not at the same level when it comes to aquil you know what you see beautiful someone else can see it otherwise you know and this third one which has to do with 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 religion which has to do with deen that's the sound one why because this has come from what from the source it has come from the creator this has come from Allah subhanahu wa ta'ala because the one who made this iPhone can tell me how to use properly the iPhone so Allah made the son of Adam he knows best how son of Adam should work must work so when we learn from about these people we are trying to build character we're not just talking about them so we say wow this was a beautiful person wow astonishing wow this is yes it's fantastic they were beautiful people they were astonishing but we can learn from them even though we cannot be exactly like them as one of the scholars say try to resemble the good people even if you cannot be like them for just trying to be like them is sa'ada it's source of salah it's source of goodness it's source of happiness it's source of what goodness so another one said so we are talking about these beautiful people these angels who lived on earth because we at least want to learn something from them we want to be we try to be you know like them so yesterday we talked about the birth of Sayyidina Ali ibn Abi Talib that he was born in Mecca actually according to some versions inside of the Kaaba and I said that some said that he was born on March the 17th 600 after the birth of Sayyidina Isa ibn Maryam and that was according to some scholars on the 13th of Rajab you know 10 years before the prophet's mission started some said five some said six some said otherwise and we said that his mother was Fatima to Bintu Asad who raised the holy prophet who loved him who did everything for the holy prophet and that his father was Abu Talib and his mother was Fatima Bintu Asad ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay so you can see that Sayyidina Ali ibn Abi Talib he is a Qurashi in his both sides both the side of his mother and the side of his father we also talked about you know his childhood that he was raised and brought up by the holy prophet and we know how responsible he was even young and we could see that in the Islam of Abu Dhar as we said yesterday and we said that one of the greatest sacrifices he did is when he spent the night in the bedroom of the holy prophet when Quraysh was surrounded his home and they wanted to kill him because they said that it's enough for Muhammad now to continue this mission you know they had different options whether they put him in jail until he dies or kill him or you know get him out in a way that he's not going to be safe and the decision they all took was to you know kill him but if you kill him he has a tribe he has a tribe but not Hashim they gonna protest it's gonna be a problem in Quraysh what do we do they said we gonna take every single tribe so they surround his home whenever he comes out to the masjid at night they kill him but Hashim cannot fight with everyone and whatever money they want you gonna give them so get rid of him that was the plan but Allah says as one of our scholars say so Ali stayed there for three days to give back the amanat and he had to join the Holy Prophet in Medina he had no means of transportation he walked from Mecca to Al-Madina Al-Munawwara and I said that when the Prophet was you know creating a brotherhood he chose Ali to be his brother from among the and I talked a little bit about how strong he was Ali was so strong that you hear about the what happened in Khaybar what happened in Badr and what happened in Badr when these people from Quraish came and they wanted to fight and people from Al-Ansar wanted to fight them they said we want our cousins you know that they mean so the prophet did not ask Abu Bakr he chose the closest people to him so he called Ali they they had to meet with who with Utbah and Shaba and Walid so Ali didn't spend a minute to Hamza likewise and they saw that Ubaidah was suffering with his opponent and they killed the opponent that's how Badr started and I told you yesterday about when he defies the holy prophet and the sahaba and you will see also the holy prophet I told you raised him up brought him up that's why the qualities of the holy prophet that's what you would see in the one day he and Fatima went to the holy prophet and they asked who do you love most you know that the holy prophet loved more than anyone but he said it in a way that there's no more beautiful way there's no more beautiful way he said you know I love her more than I do love you but you are dearer to me than her so that's how the holy prophet had a relationship with that's why one of them say when it comes to the prophet Muhammad you see Sayyidina Ali ibn Abi Talib when it comes to when it comes to solving the problems the courage of the prophet Muhammad was copied in Sayyidina Ali ibn Abi Talib he once was asked who was the most courageous person amongst you he said the closest to the holy prophet when you are at war the closer you are to the prophet the more courageous the more brave you are when you ask him a question about the din he would never hesitate it was like the answer was here at the tip of his tongue that's why one say you 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 know the way he worshipped they say that if you were close to at night when he prayed you would think that a snake had stopped that's how he was that's how much he feared when he prayed at night and he would even speak to dunya that's how he was oh dunya deceive someone else other than me because to me you are a janazah already you know I have no need in you but when he was strong he was tough he was this you know had this much taqwa but when it comes to haya they say that he was like a virgin girl at that time not at this time this time virgin girls are just like everyone else because of Netflix and whatever it is TikTok and stuff so Sidna Ali that's how he was and that's how generous also he was though he didn't have money he wouldn't keep anything and when he Muslims yet he was you know he was wrapping his button because of hunger and I told you yesterday that he didn't leave anything when he passed except for 700 dirham for 700 dirham for his family that's what he left and he wanted them to buy to purchase someone who can serve them with that that's why one of them say so he would humiliate the prophet in every single situation and Allah made his dua accepted so had a big family he's not like men of today from Fatima he had five children and he had other children Ali from his other wives he had other children from his other wives had among the boys he had and the girls he had they say that he had 14 boys and 19 girls he was a man but today everyone you see that has a lineage going back to Ali Abbas Umar and Muhammad Ibn Hanaviyy and his knowledge was out of you know it was extraordinary he said there is no ayah that was revealed except that I know when it was revealed why it was revealed about what or about whom it was revealed and he said and he would tell people ask me before I die because I know what you are going to he had the knowledge and he knew he had the knowledge and he knew people needed to know the knowledge and would tell them ask me before I died and he wants to say that he is the first to be judged on the day of judgment he said I am the first to be judged on the day of judgment why because the holy prophet said that the bloats are the first things to be judged on the day of judgment and he had engaged in so many battles for the sake of Allah that am the first one to be judged on the day of judgment because I have been involved in blots that's what he would say as we said was not only son to the holy prophet but he was his son in love because after the of Badr the holy prophet married him to Fatima the scholars they said that the maher of Fatima was 400 and that was the he sold it but sold it back and gave it back to Fatima is the best of the best of the best as the holy prophet said Fatima is the best of all women Sayyidina Maryam it is said in the Quran that she is Sayyidina that in Allah astaghraki wa astaghraki wa astaghraki ala nisai alami you know so Sayyidina Maryam is the master of the women of the world but Sayyidina Fatima is the master of the women of Jannah and Sayyidina Maryam is among the women of of Jannah so Sayyidina Fatima is even better is even you know prefer to Allah than Sayyidina Maryam maybe we'll have specific talk about Sayyidina Fatima there is no one like Sayyidina Fatima Sayyidina Ayisha she said that no one resembled the Holy Prophet in the way he smiled and in the way he walked than Fatima the Holy Prophet could not live without Sayyidina Fatima so when Sayyidina Ali Ibn Abi Talib married Sayyidina Fatima they moved and they were a little bit far away and the Holy Prophet could not ask because the person who gave him the land that he had you know next to the masjid but that person could feel that in the Holy Prophet and the Holy Prophet is too shy to ask so he asked him do you miss Fatima he said of course yes said why shouldn't I give you this so and so and the Holy Prophet was so happy and then made dua that's why the window of Sayyidina Aisha and the window of Sayyidina Fatima was next to each other when Fatima moved again in after the marriage with Sayyidina Ali Ibn Abi I told I told you the sacrifice he did when he was in Makkah but there is another big sacrifice he did in Uhud when they said that Sayyidina Rasul was killed what did he do he broke literally the Jafna meaning the how do you call it Jafna the back of his sword meaning that this sword has no more right to be back in the back because they said the Holy Prophet you know died and that was not true what did he do he said if such is true so he has no right to live if not he's going to defend and when he found the Holy Prophet defending the Holy Prophet there were five on his body and when the enemies ran away he's the one who went after them with the and the of the Holy Prophet then I'm going to finish with his with the Holy Prophet you know the Holy Prophet when he left to Mecca the first time he was going back to Mecca from Medina was the year of Hudaybiyah the year of Hudaybiyah the Holy Prophet after the Hijrah went back to Mecca how many times do you have an idea how many times five times five times the first time was the year of Hudaybiyah the year six the year of Hudaybiyah so Hudaybiyah is almost next to Mecca you see how the Holy Prophet loved Mecca and knew how Mecca was great when he was at Hudaybiyah whenever it's the salat time he's going to enter into the Haram boundaries and pray there and went back and they were negotiating when they were negotiating that was the first time and the second time was the year what seven and the third time was the year eight and and the fourth time is when he left to Makkah for Hunayn he came back from Jirana to make Umrah that was the fourth time and the fifth time was the year 10 when he came to make Hajjatul wada'i when they hadha ma tasalaha katha wa katha Muhammad Rasulullah the Quraysh say no if we accepted that you are Rasulullah we would not be fighting you so take out the Rasulullah Ali was the one writing the holy prophet said remove the Rasulullah and he said I will not be removing that you know that's why they say sometimes it's better to have adapt than to follow the commandments it's better to have adapt than to follow the commandments the holy prophet said if they don't accept that I'm Rasulullah it doesn't make me you know to not be Rasulullah so he told him show me where Rasulullah is when you say you are illiterate for you it's aar for us but for the holy prophet it's a madh he is the illiterate that teaches all deliterate people that's why one of them say during the time during their journey to Umrah the holy prophet said to him you are from me and I'm from you so there are so many things we can talk about and we will talk about so many things you know when you come to but we have reached our 20 minutes of tonight thank you for the coffee and to come on ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما حس عيسي منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم وجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعى أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق فمن عليك الحمد الله على الكاذبين الله على الكاذبين الله على الكاذبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أهل الكتاب تعالى قل يا أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم وأن لا نعبد إلا الله قل يا أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعدنا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعدنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا اشهدوا منها مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التورية والإنجيل إلا من بعده ألا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله وليم المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهير وكفروا آخره وكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع الدينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليهم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر الله أكبر اللهم 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 السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم وإننا فعفوه فتحكم العفور فعفو عنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نصعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن أهل الكتاب من انتامنه بقنطير يؤده إليك ومنه من انتامنه بدين لله يوده إليك ومن أهل الكتاب من انتامنه بقنطير يوده إليك ومن هم من انتامنه بدينه لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما إلا ما دمت عليه قائما ذلك من أنهم قالوا ليس علينا فيلمين سبيل ويقودون على الله الكذب وهم يعلمون بل من نوفي بعهده واتقه فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب نليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيهم واه الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذن تم مسلمون الله بمن حمده الله بمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم لما آتيناكم من كتاب وحكمة لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم قال أقررتم وأخذتم على ذلكم وإصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير جيل الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض توعى وكرى وإليه ترجعون قل آمنا من الله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ويعقوب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى قُلَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوسِي وَعِيسَي وَالنَّبِيئُونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُهَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهَا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الطالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاروا فلن يقبل من أحدهم من أولرد ذهبا ولو افتدئ به إن الذين كفروا وماتوا وهم كفاروا فلن يقبل من أحدهم من أولرد ذهبا ولو افتدئ به أولئك لهم عذاب نليم وما لهم من ناصرين الله 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 بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لك هو الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صبح اسم ربك لعد الذي خلق فسوه والذي قدر فهده والذي أخرج المرعه فاجعله فاجعله غفاء نحوه سنقلبك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسره فذكر النفعة الذكره سيذكر من يخشيه ويتجنبها لشق الذي يصلى النار الكبره ثم لا يموت فيها ولا يحيه ونفلح منه تزكه وذكر اسم ربه فصله بل تنثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقه إن هذا الذي صحب دوله صحب إبراهيم صحب إبراهيم وموسى الله أكبر سبحانه ربك الله سبحانه ربك الله والحمد لله والحمد لله الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهلنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ظلياها أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله في الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياها أيها أيها الكافرون كيف يوم الدين إياه اهلنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعملوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الواهل فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء لنا قضيته خيرا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا حب نبيك وحب من يحب نبيك وحب كل عمل يقربنا إلى حب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وارزقنا جواره في جنته بلا عقاب ولا حساب ولا مشقة ببركته صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح التجال ومن عذاب النار وسوء المصير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والديهم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال اللهم اربع مقتك وغضبك عننا اللهم سلمنا وسلم ديننا اللهم فرد عن أمة سيدنا محمد اللهم اكشف عن أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك كلمة الحق والدين وأهلك أعداءك أعداء الدين والمسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو والكرم فاعفو عنا واكرمنا اللهم أكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وأعطنا جميع ما سألناك في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صرح بالشريعة والبران الله أكبر اشتركوا في القناة الله أكبر